بكل تأكيد أن البيانة السفارة الأمريكية كان مخيباً للأمال نكاد نصفه بالمنحاز أيضاً البعثة لم تدلي بالموقف المناسب هناك اتفاق قد اتزم به جانب الجيش ومجلس النواب والشرعية ولكن الطرف الآخر عبر بشكل واضح عن تراجعه عن هذا الاتفاق لذلك نحن ندعم ونتفهم الموقف الحكيم من القيادة الجيش وندعمه بكل قوة لا 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 بكل تأكيد أن السفارة الأمريكية والبعثة لعبت دوراً وجهداً وبذلت جهداً جيد ولكن بكل تأكيد أن مصلحتهم ليس هي مصلحتنا أو ثوابتنا أو حقوقنا لذلك عندما تراجعت كعادتهم صنع الله والوفاق الحكومة يسمى بحكومة الوفاق فحاولوا الضغط على الجيش وعلى المجلس النواب إلى خيره بهذه البيانات الأخيرة ولكن أعتقد أن هذا الموقف الطلب ويجب أن يكون موقف واضح ويجب أن يكتف جميعاً وراء الجيش على موقفه الوطني والثوابت الوطنية وهذه الشروط المنطقية والتي كانت أساس الاتفاق عندها ستتراجع البأسة وستتراجع السفارة الأمريكية وستنحاذ للاتفاق العادل الذي تم الاتفاق عليه والأصول إليه هناك طلب تراجع عن هذا الاتفاق ويجب أن يحترم هذا ما تم الاتفاق عليه اشتركوا في القناة